لا حديث هنا بين أوساط سكان هذه المنطقة إلا عن عدادات الوقوف الذي تم نصبها بعدد من الأزقة والشوارع المحادية للتجمعات السكنية نقاط الأدائهاته أطارت موجة من الاستياء لدى الساكنة بسبب حجز سياراتهم العديد ممن التقيناهم أكدوا لنا أن ما يزيد من معاناتهم هو تمطل أعوان الشركة المكلفة بعدادات الوقوف في الاستجابة لاتصالات أصحاب السيارات المحجوزة الجماعة الحضرية لطنجا تؤكد أن العملية تخدع لدفتر تحملات واندفعات من عدادات التوقف جاءت بهدف الترويج لمواقف السيارات تحت أرضية التي تشهد إقبالا ضعيفا من المواطنين الحجز على السيارات بواسطة الصابو قد يتسبب في أحيين كثيرة في عرقلة سير الحياة اليومية للمواطنين قانونيا الحجز على سيارة الغير مستقر على عدم شرعية ولا يجوز بدون حكم قضائي العقل للسيارات هو عمل للشرطة الإدارية التي لا يحق الجماعات تفويدها للأطراف أخرى ثانيا الحجز على أموال للناس لا يمكن أن يكون إلا مقتدى قرار قضائي معناها حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقديبة المسألة الثالثة هو أنه من يمارس هذه الأعمال لا يمتلكه لا الصفة القانونية التي تخوله القيام بهذه الأعمال الشركة المكلفة بتدبير القطاع تبرر اللجوء إلى حجز السيارات بواسطة الصابو إلى كون العملية تتم بمبادرة من الجماعة الحضرية لطنجة وبواسطة محضر يحرر من طرف الشرطة الإدارية الجماعية وبالرغم من أن الشرطة الإدارية هي المسؤولة لوحدها عن تحرير محاضر الحجز إلا أننا عاين أن العملية يتم تنفيذها بشكل كامل من طرف القطاع الخاص وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية استعمال ما يسمى الصابو ترجمة نانسي قنقر